موسيقى 3 فبراير 2020 صباح الخير حياكم الله في حلقة يديدة من شمس البحرين اليوم بنعرفكم على أبرز الفعاليات اللي راح تقدمها اللجنة الأولمبية البحرينية في اليوم الرياضي وفي فقرة الديكور بتكون معانا الزميلة جمعنا الذوادي واليوم بتتكلم عن الفارق بين المصمم المعماري والمصمم الداخلي راح نصلط الضوء أيضا في حلقة اليوم على مسابقة مشروعي اللي عودتها علينا تمكين بس في البداية خلنشوف الوانطة الوانطة اليوم تقول لا تقتل جمال يومك بأفكار الأمس ثق بأن لكل يوم أشياء جميلة تكون في اللحظة دائما حزونا راح نبتدي اليوم مشاهدينا مع مهرجان مسرح وال المسرح الثالث عشر اللي افتتح تحت رعاية معلي الشيقة مي بتمحمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين الثقافة والآثار المهرجان هالمرة مختلف عن السنوات اللي راحت بمناسبة احتفال مرور خمسين عام من تأسيس المسرح ومضمن الفعاليات المهرجان كان تكريم مبدعين البحرين ورح يستمر إن شاء الله على مدار سبعة أيام اشتركوا في القناة طبعا هذي اليوم يوم عزيز على قلوبنا خصوصا هو اليوبيل الذهبي لإنشاء فرقة مسرح حوال خمسين سنة على هذا الصرح اللي ترك بصمة كبيرة في المسرح البحريني منذ البدء في السبعينات أسس قاعدة مسرحية جميلة تواصلت أيضا في الثمانينات بأعمال المبدعين والرواد التسعينات أيضا طلع جيل جديد من مسرح حوال ابتدأ بتجارب جديدة مختلفة خصوصا أن كان مسرح حوال مهتم بالأعمال الشعبية فقط وكان ناجح بها نحن اليوم نحتفي بمسرح حوال في يوبيله الذهبي خمسونة عاما من الإنجاز ودورة مميزة في هذا المهرجان الثالث عشر لأنها دورة الفنان الراحل محمد عواد الذي يعتبر من مؤسسي الحركة المسرحية في مملكة البحرين وتحديدا أيضا مسرح حوال سعادة بهذا التجمع وهذا الوجود والحلو أن اليوم أيضا راح تكون عندنا جائزة باسم أخونا اللي غادرنا من فترة بسيطة جدا الفنان علي الغرير شاكرين لكل الداعمين اللي دعمونا بجوائزهم سواء كان دعم مادي أو دعم معنوي أو إعلامي وجودكم هو سبب نجاح المهرجان وأنا أتمنى هذه الاستمرارية شكرا لكم مسرح حوال هو تجربة ثريف في تاريخ الحراك المسرحي في البحرين ووجود مسرح حوال كان له تأثير كبير على الساحة المسرحية وأثر الحرك المسرحي وشجع كثير من الفرق أن تكون أيضا موجودة مع مسرح حوال الآن هذا الاحتفال الجميل اللي تشوفين أنت والعالم اللي هي هذا الجمهور اللي تربى على مسرح حوال وتربى مع مسرح حوال فنحن سعداء حقيقة هذه الليلة بكل هذا الحضور بكل هذا التاريخ الجميل الذي أسس مسرح حوال بالنجوم الذي نبارزه أيضا ليس على في المسرح إنما في التلفزيون وفي الإذاعة كلهم أعظمهم هم أعضاء في مسرح حوال نحن سعيدين خاصة بمرور طبعا خمسين عام على تأسيس مسرح حوال ولو إنا حزينين بفقدان طبعا أعزاء علينا أمثال محمد عوال وأمثال أبو خالد عيل غريب لكن بعد قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله نستمتع بهذا المهرجان إن شاء الله والله يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني في نوس سوونها مع ديوي مع لحام سيفود أنا اليوم حبي تسويها مع الربيون ومع الخاتثوك ممتاز طبعا عندنا المقادير عندنا الثوم عندنا البصر الأبيض عندنا البقدونس عندنا الفلفل الرومي الأحمر عندنا صلصة الطماط ملح سموكت بابركة اللي مدخنة وعندنا الفلفل الأسود وعندنا الزعفران طبعا في البداية الطابقة سريعة هي ويعني ما تحتاج نفس موتيوف ويد مقادير نستخدم زيت الزيتون عشان نقضي اللي هو الثوم مع البصل مع الفلفل الأحمر وبعدها نروح نبهرهم وعندنا اللي هو العيش اللي هو الأربوري رويس اللي يستخدمونه حق الباية راح نضيفه بعدين ونضيفه وقال المرقة مرقة الخضرة والمرقة تقدر تغيرها على يعني النوس يقدرون تغيرونا نفس ما يحبون يعني نستخدم مرقة الخضرة عشان نطبخ فيها العيش وعقبها بنضيف اللي هو الربيون مع الخاتثوك طبعا الخاتثوك خمرته قابلها يعني بليلة استخدمت فيه في التخمير اللي هو البقدونس الليمون البابركة أوكي عشان شوي الخثوك لانا ساعات وي الطبخ يصير شوي يعني متماسك فما ينأكل بسهولة أوكي يالس اي فالتخميره شوي تساعد انها هي تلاين الخثوك شنا هو الخطوة؟ أول خطوة طبعا منضيف اللي هو زيت الزيتون وفي الأطباق الأسبانية هو يدي يستخدمون زيت الزيتون ف واضح لا تخافون لا تخافون لا تخافون وهو ما شاء الله عليهم صحتهم زيدة فنضيف اللي هو زيت الزيتون بعدها راح نضيف اللي هو الثوم ونضيف معه أيضا البصل هذا ساوي شيف هذي اختلف عن العيش من ريزوتو؟ شوي يختلف الزيتون تقريبا نفس النوع العيش بس هذي يمتصل النكات أكثر يمتصل الماء أكثر وعيش رزيتو بعد الشيء المختلف يمكن عن الأربوريو رايس أنهو نشا نشا فيه أكثر فيتماسك أكثر هذي شوي يك يعني يحتاج يعني لمرقع عشان بس بعد فيه ناس يمكن يستخدمون اللي هو عيش من رزيتو نفسه لأن هاي العيش أحيانا يكون صعب أنك تحصله يعني في السوبر موركت يعني يمكن موب متوفر كثر العيش من رزيتو فتقدير تستخدم بس هو في النهاية يستوي نفس طريقة نفس الشيء نفس الشيء فممكن اللي ما حصل دي يستخدم هاي اللي ما حصل دي يستخدم وطابعا هاي اللي هو الطابخة يقول مال البائية خاصة هو بالبائية ها بعض الطابخة خاصة اي يعني الطابخة هي تحتاج هاي هاي نوع من الطابة من الذي ونحين نضيف الفلفل الرومي أنا حبيت أن دخلت الزعفران في الموضوع أهما الزعفران طبعا من أحد المقادير بعض الأساسية في الطباخ الأسباني يستخدمون زعفران اي يعني حتى هاي الزعفران أسباني يعني وحتى السموك بابركة بعد أسبانية يختلف أو ريحتها أو تعثيرها ما يختلف ويد بس في شيء يعني أنا هاي شيء بعد عرفتها من فترة بسيطة عن جودة الزعفران نفسها الزعفران إذا تعرفت إذا جودته زينة ومو زينة يعني هاي خليتها بس في مو يبورد أوكي فإذا خليتها في مو يبورد وشفت لونة صبغ دويركت يعني تعرف إنها جودتها زينة الزعفران ساعات اللي تيك جودتها أقل تحتاج فيه تضيف لمو يحور عشان يطلع اللون اللي فيه وإناك هالي فيه فإذا مو يبورد وصبغ معناتها أي معناتها جودتها زينة أنا ما أسألتك إحنا في أول خطوة وين بنوصل وش بنسوي إحنا في البداية نفس ما قلت لك نضيف هذه البصال والثوم والفلف الرومي راح نخليهم شوي يطبخون تطلع النكهة اللي فيهم بعدها راح نضيف لبهوروت وراح نضيف اللي هو العيش وراح نضيف لمرقة نخلي العيش يطبخ شوي وفي النهاية راح نضيف اللي هو الروبيون وهي الخثوك أنا يستوي بسرعة فأنا نضيف أخر شي بنضيفهم الروبيون وهي الخثوك إن شاء الله ما نجعل لك بشي؟ لا بس نرجع لك إحنا بشوي نشوف الخطوة الثانية مشاهدينا جهود مميزة تقوم بها الأكاديمية الأولمفية البحرينية من خلال برنامج الإدارة الرياضية المتقدمة في نسخته الثاني حيث يقدم دورات الإدارة الرياضية المتقدمة والتي تسمح حاج المتطوعين والموظفين المشاركين في هذا البرنامج بتوسيع مهاراتهم الإدارية مساهمة المستمرة في النشاط الرياضي المزيد حول هذا البرنامج في التقرير التالي دورات الإدارة الرياضية المتقدمة دورات رائدة تسعى إلى توسيع مهارات المشاركين الإدارية مع المساهمة بنشاطهم المتفرد في المجتمع من خلال تعلم كيفية تغيير وإدارة المؤسسات بشكل أكثر فعالية طبعاً إحنا بتوجيهات من سمو الشيخ خالد الحمد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتقديم أفضل البرامج الإدارية والفنية اللي متاحة لنا كلجنة الأولمبية طبعاً تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية التضامن الأولمبي في تقديم برنامج الإدارة المتقدمة طبعاً هو أحد برامج التضامن الأولمبي واللي يكون على مستوى عام قامل على مساحة عام قامل تقدم فيه ست مواد بأسلوب يختلف الاختلاف في هذا الأسلوب أن يكون المواد التي تقدم عن طريق الخبير ومن ثم عمل ميداني لستة سابع ويقوم الدارس بتقديم الأثر للماد الذي درسها في مجال عمله البرنامج جداً رائع يعني فتح أفاق كثيرة في علم الإدارة بالنسبة للمؤسسات الرياضية تعلمنا فيه العديد من المواد واستفدنا لأنه كنا نطبقها على أرض الواقع كان الدكتور نبيل حريص على أنه نعمل عمل جماعي في أثناء الدروس ومن خلال هذا العمل كنا نتعرف على كثير من المشاكل ومواقف اللي ممكن تطرع على أي مؤسسة رياضية وكيف نعالجها وكيف نتعامل معها بالنسبة للاستفادة من هذه الدورة كانت جداً قيمة خاصة أننا نعمست عدة نموحي في الإدارة سواء الإدارة الاستراتيجية، المالية، التسويقية، إدارة الأحداث الكبيرة وهذه إحنا اللي نحتاجها أصلاً في تفعيل واجباتنا في الاتحاد بالنسبة لأننا في الاتحاد كرة طائرة تنظيم المؤسسات الرياضية الأولمبية والإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية والتمويل والتسويق بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الرياضية محتويات فريدة تفردت بها هذه الدورة من أجل دفع بالطاقات الرياضية إلى الارتقاء والازدهار والتقدم موسيقى مشاهدين تنظم مملكة البحرين سنوياً يوم البحرين الرياضي الوطني بتاريخ 11 فبراير تنفيذاً لقرار أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فعليات وأنشطة كثيرة راح تقام في هذا اليوم ورح نسلق عليها الضوء من خلال حديثنا اليوم مع مدير دائرة الاتصال المؤسسي في اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ الرؤى أبو عسلي صباح الخير حياة الله في شمس البحرين صباح نور هناك الكثير من الناس في هذه اليوم خصوصاً مهتمين بالرياضة حياتي بفضلي تسلم 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 في البداية راح نبتدي مع السعدادات السنة أكيد الفترة التي راحت يعني يمكن ضاقت عندكم دعنا نتكلم عن السعدادات أول شيء مشكورين عن استضافة حياتي ما قصرتها وهي بالعكس نعتبرها واحدة من الوجهات العلانية اللي بتزيد الإعلان عن اليوم الرياضي نفسه تسلم 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 قبل لا أقول عن استعداداتنا بس بغيت أأكد لأن في وايد اختلافات عن تاريخ اليوم الرياضي هو أكيد بيكون يوم الثلاثة تاريخ 11 فبراير بيكون في الاستاذ الوطني وإحنا فتحنا هالمرة البرنامج من الساعة 10 صباحاً لساعة 8 بالليل غير عن كل سنة لأن كل سنة كان بس العصر فترة الظهر وبقول لكم البرنامج ليش صار هالمرة شذي التحضيرات سلم كالله إحنا بدين اجتماع اللجنة العليا بإدارة سمو السيد محمد النصف مدير العام للجنة الأمين العام للجنة الأولمبية نعم وفي هذا الاجتماع نادينا القطاعات الحكومية والخاصة تفضلوا عندنا كل واحد ما شاء الله مجهز برنامج كامل من ناحية الفعالية يعني نقدر نضمن أن نص اليوم اللي بيكون المفروض إجازة بيكون كل من يعني متوجه الوجه الصحيحة من أنه يمارسون الرياضة في ذي اليوم من ناحيتنا إحنا إحنا بنكون فلسطار الوطني كلجنة أولمبية وإحنا الجهة المعنية لتنظيم هذا اليوم الفترة الصباحية سنمكلة بنخصصها حق بنساوي نوع المسابقة للجهات الحكومية والخاصة وفي الفترة العصرية طبعا بتكون حق الجمهور أنه أول ما هم يخلصون طبعا أشغالهم يتفضلون عندنا أكيد يمكن أن عامل الجذب اليوم مهم لكسب أكبر عدد من المشاركين والمتواجدين دعونا نتكلم أكثر عن الفعاليات التي ستكون موجودة الناس ستشوف في هذه اليوم هو سلام كلا ذي اليوم اللي متعودين على الناس أن يبحنا كل الاتحادات البحرينية على أساس أن كل الاتحاد يتفضل ويراوينا الرياضة الموجودة في البحرين بعضهم يخلون الناس تفاعل معهم بعضهم يكونون بس كشو نفس ما تقول بس هالسنة يانا توجيه من سمو الشيخ خالد الله يحفظه أنه لازم نعزز في هذه التنظيم فالتنظيم بيكون زيادة عليه بتكون في وايد مسابقات فيها تفاعل مع الجمهور وفي مسابقة اللي هذي قلت لك عنها من الساعة عشر اللي بنقدمها سميناها تحدي الحواجز هذي الترم العربي بس هي بالانجليزي ما نقدر نترجمها هو The Monster Inflatable Obstacle هذه سلم كله مسابقة يبناها من بريطانيا هي عبارة عن نوع الحواجز المنفوخة طولها 300 متر وفيها تقريبا أكثر من 40 حاجز حق أي أحد ممكن أن يتخطاها أرفع حاجز بيكون 18 متر تقريبا وأي أثليت أو رياضي بيكون داخل هذه المسابقة بيقدر يحرق أكثر من 160 سعر حرارية فهذه البرنامج خليناه في الفترة الصباحية مسابقة حق الشركات طبعا كل شركة بتفضل عندنا أو هيئة حكومية أو اتحاد بيقدمون أو بيخلون أربعة من فريقهم على أساس أن يمثل الشركة حسناً وبالصير مسابقة مسابقة وهذه المسابقة خليناها من عشر الصباح إلى ثنتين الظهر وطبعا أول وثاني وثالث فائز الأسرع طبعا إذا أهم يقدرون إذا يصلون إذا يصلون هي الفترة يأخذ لها من 15 إلى 20 ديئة على أساس أن تكمل المسابقة إذا كان يخلصون أكثر من 15 دقيقة بيكون شيء وايد سين وطبعا بيكون تكريمهم على آخر اليوم إن شاء الله إن شاء الله أكيد قرار تنظيم هذه اليوم لا رأيها سواء رأيها حالية أو مستقبلية دعنا نتكلم عن تأثير هذا اليوم مستقبلاً على المواطنين ومشاركين هو سلم كلا تأثير ذي اليوم نحن نشوفه أحين يعني اهتمام الناس سواء كان الناس في أعمار متقدمة ناس في أعمار أصغر من هذه الأعمار كل من متوجه أن الرياضة شيء مهم نعم هذه سلم كلا يعني من توجيه سمو الشيخ ناصر حفظه رحمن أنه لازم تكون الرياضة أسلوب حياة التوجيه هي على أساس أن الرياضة ما نسويها بس في يوم يعني إحنا إيه الفعالية بتكون في يوم بس هو هذا اليوم تذكير أن ترى في وائد أنواع من الرياضات ممكن أن أي واحد يمارسها هي ماشي هي سلة هي نفس ما تقول سيكل أي شيء بالضبط فهذا اليوم مجرد تعزيز على أساس أن الرياضة تكون أسلوب حياة لكل من يمكن أن أسمع ذكرتي أن نغاش ثقافة الرياضة كأسلوب حياة نعم هي من أهم أهدافكم خلينا نتكلم عن المشاركة اليوم شون للشركات للأفراد أن يشاركون معاكم في هذا اليوم هو سلم كلا في ويب سايت لليوم الرياضي اللي هو يعني كان موجود من أول مابدين الفعالية في سنة 2017 هذه الويب سايت يقدرون كل الشركات سواء خاصة أو حكومية أو كاتحاد أن يخلون البرامج اللي هما بيسوونها في هيئتهم فأحنا اللي منصوبنا ناخذ هذه البرامج ونعلنها على الجمهور نفس ما تفضل وبعد عندنا التواصل الاجتماعي عندنا ونحط البرامج دي نفسها عندنا على أساسنا كل من يشوف أي هيئة شونه بتساوي وإذا هو حاب بنا يشاركهم أو يتفضل عندنا في أسداد الوطني أهم شن البحرين كلها تكون بالضغط يعني كلنا نتريض في ذي اليوم نفس ما يقولون إن شاء الله ممكن سأدرها أيضا القرية الرئيسية هي من المناشية ومحطات مهمة في اليوم الرياضي خلو نتكلم أكثر عنها سيكون فيها أيضا أمور ترفيهية حق الأطفال القرية الرياضية نفس ما قلت مساعة إن هي بتكون نفسها بس بنعززها أكثر بيكون هناك الماراثون اللي هو كل الرن اللي كل من يبيه وفي نفس الوقت يبنى سلم كله نوع الأرضية المخصصة حق بوليبول بس لأنه يبنى هاي الحواجز قلنا ليش ما سوي نفس الشيء فالناس يعني بدل ما تلعب على الأرض بتكون إن رايحة فوق التحت نفس ما تقول هذه بتصير مسابقة بين الجمهور يعني بدخل كل أربعة أو خمسة من الجمهور إنه يتسابقون وهذه بتكون بإدارة طبعا اللجنة الأولمبية مع مساعدة اتحاد كرة الطائرة يعني يمكن في بعض شيء؟ في أشياء وايد بس أنا أبي أخلي الناس اتيي عشان تشوف أكثر هو طبعا بتكون هناك مكان خاص للأطفال بعد بألعاب مميزة رياضية وطبعا بتكون جهة للمأكولات ويعني نحاول أن نخليها هلسي نحاول قد ما نقدر بس إن شاء الله إن شاء الله كل من بيكون مستانس بذي اليوم إن شاء الله يا رب يعني ما تنجح فعالية إذا ما كان في هناك ناس رعاء ناس يسان دونكم خلينا نتكلم عن هذه الأشخاص اللي راح تساهم في نجاح هذا اليوم الرياضي طبعا السند الأول سمو الشيخ ناصر برؤية اللي بده فيها لهذا اليوم الرياضي وسمو الشيخ خالد بدعمه واهتمامه في هذا اليوم كونه رئيس اللجنة الأولمبية في نفس الوقت سعادة السيد محمد حسن النصف الأمين العملج الأولمبية حاول قد ما يقدر أن يوصل رسالة سمو الشيخ خالد بتنظيم يوم يعني مميز يعني غير عن كل الأيام اللي الأيام اللي أو السنوات اللي طافت في نفس الوقت صراحة الهيئات الحكومية ما قصرت معانا يعني ما شاء الله عليهم كانوا مستعدين ويعني قالوا لنا اللي تابونا من ناحية تنظيم من ناحية الشرطة من ناحية السيكوريتي من ناحية التنظيف يعني ما قدر ما عرشي الكلمة اللي أوصلها لنشكتر أشكرهم لأن صد صراحة بدونهم ما نحن نحن ننظم ذي اليوم بهالصورة المرتبة طبعاً ما سرعه من القطاع الخاص اللي هي شركة بتلكو شركة تبكين المصرف السلام بعد ما قصر معانا وإن شاء الله نبيض الويه نفس ما تقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حياكم حياكم تسلم وخي بدر شكراً نحن ننتقل المطبخ نشوف وين وصل الطبق اليوم جداً موسيقى أنا ما ألت thr city أنا موسيقى اينا وعدهني اوه اوه اشترك هنا كل شي نحاط اه كل شي نحاط حاطيننا العيش حاطيننا لمرقق وحاطية الخثوق بعض حلا وقالين يطبخون الحين احنا اول شي قطينا الثوم بعدين البصر حملنا شوي على زيت زيتون بعدين وعقبها الفلفل رومي وعقبها حاطينا ليهو سلسة الطماط وبحرناهم بالملح والفلفل الأسود وهي السموك بابلكة لحن ما حطيناه الآن بحط الزعفران وبحط راشة من السموك بابلكة هل أنت الطبخات اللي تسويها لنا هل تسويها من قبل أو لا؟ نحن عندنا منها في المطعم لكن نسويها اللي هو بايا رانشيني أو البايا بايت تكون نفس الطريقة تقريباً بس تكون على شكل بايت على شكل الكوار عجيب لأنه لكي تسهل يعني أنه لواد من البيون كاستورتر يعني؟ نعم كاستورتر لكي تسهلين يأكلون تكون سهل عندهم نفس الطعام طبعاً بيكون بس بيكون على شكل بايت وبعدها نضيف اللي هو الربيون كم ربيونة قال يا أبي علي؟ علي حجازهم كلها ستة عشر واحدة عبدال الله اي 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 انا مبحاسب ببايت كم ربير بَايت ربيونة اي ايه بحقابة 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 ما هذا؟ بحقابة 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 نغطيه أم نغطيه بس على نار هادية؟ ممكن يتغطيه وممكن نخلي على نار هادية بس من يطبخ الربيون يبرز الطابق بعدها بنضيف اللي هو البقدونس وبنستخدم الليمون للتزيين وعقب حزرت لك العصر الليمون نحن بنرجع لك بعدين عشان نشوف شكل نهائي على الطابق اليوم واضحة بدأت تتشكل ملامح صح علي؟ تكوي نحن بنطلع فاصل ومشاهدين راجعين مع الزميلة جمانة فيوادي فقرة بيكور اسبوعية صباحكم الله بالخير مشاهدين العمارة والتصميم الداخلي اثنين هم على حد سواء يعتبرون علم وفن الأشخاص اللي يعملون في كل المجالين يعتبرون أشخاص مبدعين ومتميزين وبالأساس أهم مكملين لبعض في عمارة وتصميم المنزل بشكل عام فخطأ المهندس ممكن يؤثر بشكل كبير على المصمم الداخلي والعكس من خلال حواري مع ضيفتي اليوم المهندسة المعمارية خلود عبدالله راح نتعرف معاكم على هذا التأثير وأمور وتفاصيل كثيرة عن كل التخصصين صباحك الله بالخير ويهالة مرحبا ياهالة والله صباح الله سهلا طبعا في البداية أنا بنتكلم عن اختيار مصمم البيت هو مرحلة تكون مهمة وممكن هي تأثر على تصميم البيت بشكل عام وعلى كافة النواحي فيه إشنا ممكن أن أنا أختار المكتب الهندسي بشكل مناسب بحيث أنه يلبي طموحاتي أنا في تصميم بيتي في شكل عام طبعا في البداية الواحد أول ما يبدأ يقول أنا بديش في مشروع بيت العمر أو أي نوع المشروع التجاري أو سكني الأفضل أنه يتوجه إلى المكاتب اللي سمعتها جيدة طبعا آي رقم واحد اللي عندها تسجيل مع لجنة مزاولة مهن الهندسية على أساس تكون هي طافة اجتازة المواصفات والمعايير اللي تأهلها أنها تقوم بالمهنة نفسها صحي غير هذا السمعة الجيدة أنه من خلال المشاريع الموجودة في السوق ممكن أنهم يزورون المواقع وشوفون أداء المهندس من خلال هاي المشاريع هل تلبطوا طموحهم من ناحية أفكار المهندس هل نفس التوجه اللي هم حابين يساون فيه المشروع لأن كل مهندس إلى لون معين إلى توجه خاص يمكن المهندس يعني يكون حاب يكون يطلع بصورة مميزة عن باقي المهندسين صحي لما يكون توجه اجتماعي مثلا يكون المباني تقليدية أكثر هو توجهه ولونه يحب الطراز التقليد فإذا كان الشخص عنده نفس التوجه ممكن أن يتوجه إلى نفس المهندس فتكون الأفكار متقاربة أكثر حلو يا نخلول يعني هل المهندس المعماري هو اللي متكلف كل شيء من ناحية التصميم أو إنه ممكن يعني هو له أمور معينة يقوم فيها والبعض الآخر يقوم فيها أشخاص معنيين يعني آخرين نبي نتكلم عن دور المصامل أو المهندس المعماري بشكل خاص وتحديدا حق الناس اللي ممكن يكون في خلط عندهم في دورة بالضبط دور المهندس المعماري هو الماستر بالنسبة حق أي مشروع راح يبدأ من أول نقطة عنده والأفضل إنه تنتهي المشروع بعد عنده البداية والنهاية عند المعماري هو اللي يكون يعني قائد المشروع طبعا ما راح يكون هو الشخص الوحيد في المشروع ولكن يعني جميع التخاصصات بتلجأ له في الأخير إنه تتأكد إن هذا القسم اللي بيشتغل فيه مهندس آخر سواء كان مهندس كهربائي أو صرف صحي أو مدني في الأخير لازم يرجع للمهندس المدني المعماري عشان تتأكد إن هاي الأشياء ما أثرت على الفكرة العامة للمشروع ففي الأخير هو يربط ما بينهم ويسوي الكوردينيتر هاي اللي موجود بينهم أساسي يعطي المنتج اللي هو المشروع إلى نهاية إنه تحقق كل شي على أرض الواقع وكل شي سهل سليم يعني في النهاية هو جارة يكون يعني مكمل للأدوار بضبط لأشخاص اللي بيقوموا بالأمور الأخرى التفاصيل الكثير اللي ممكن تكون في تصميم البيت في الأخير كلهم راح يرجعون حق المهندس المعماري على أساس إنه يكون البيت مناسب ومميز ومرتب بشكل هو حلقة الوصل ما بين جميع الأطراف مع العميل نفسه يعني بما أنت أنت مهندسة معمارية متخصصة في التصميم الداخلي يعني شنو اللي يفرق ما بين دور المهندس وبين دور المصمم الداخلي ونبع بما نحنا تكلمنا عن دور المهندس المعماري نبع نعرف شنو إضافات مصمم الديكور حق تصميم البيت أيضا طبعا سابقا قبل 15 سنة في البحرين ما كان موجود التخصص للتصميم الداخلي أو سابقا في القديم يعني كان فيه شيء اسمه معماري فقط هو اللي كان معني عن جميع مستويات المشروع من الداخل ومن الخارج فهذا مستحدث التخصص المصمم الداخلي المصمم الداخلي هذا يعني مستحدث حاليا يعني المعماري يقدر يسوي كل هالأمور الداخلية سابقا فتانهم يعني مسؤول عن الداخل والخارج ولكن حين دخل تخصص الداخلي إنه يروح يعني أكثر يركز في التفاصيل الداخلية المعماري هو الشكل العام للمبنى من الداخل ومن الخارج وطريقة تقسيم الفراغات ولكن المصمم الداخلي ممكن يدخل في تفاصيل التشطيبات الداخلية شلون بتكون الألوان المواد المستخدمات للأرضيات في الجدران طريقة توزيع الإنارة توزيع الأثاف بشكل عام للداخل كل هذا لا علاقة بالتخصص المعماري لما يكون المعماري هو مسوي الفكرة العامة بدون التخصص الداخلي بيكون الفكرة ناكسة فهم يكمنون بعض والصح أن يشتغلون مع بعض من بداية المشروع على أساس تصير فكرة المشروع وحده من الداخل ومن الخارج وهو طراز عام بس أنت ذكرت أن المصمم الداخلي هو ممكن يكون مسامة مستحدة لكن الهندسة المعمارية موجودة يعني هل الحين أنا بأفهم في النهاية أن أنت قلتي ممكن يكون ناقص لو المصمم الداخلي سوى شيء والمهندسة المعمارية ما التفات له أو ما انتبه له فأنا في النهاية بأبين أن أن الاثنين يكملون بعض هو صد أن المصمم الداخلي هو يعني يكون مسامة مستحدة ولكن في النهاية أهو له دور في هندسة وتصميم البيت صح؟ أكيد له دور مكمل يعني لا يمكن المعماري يشتغل بدون تصميم داخلي صح ولا يمكن التصميم الداخلي يشتغل بدون مهندسة المعمار يعني مرحلة التصميم الداخلي مرحلة ويد مهمة ولها ثقل وأهمية مثل ما ذكرنا يعني متى يتم البد في عمل تصميم داخلي حق البيت؟ الوقت الصح للتصميم الداخلي من بداية المشروع يعني من بداية؟ مع شغل المهندس المعماري؟ مع التخطيط المعماري لأن في هاي المرحلة الواحد يقدر يسوي تعديلات اللي يبغيها مثلا أو أبغي أكبر المساحة أصغرها أغير أماكن الفتحات الأبواب والويندوز بناء على الوظيفة الداخلية اللي بسويها الأكتيفتي اللي بتصير داخل المكان ففي هالمرحلة سهل إن الواحد يغير يشيل وحط ويكبر ويصغل فلا تتقدم المراحل بعدين وصير صعب التغيير يصير في صعوبة فيصير الاستثمار الجيد في هاي المرحلة يعني خلود نحن من خلال الحديث نقعد نشوف بعض الصور أيضا يسمع أرضها من خلال الحديث يعني هي الصور فقط علشان نبين ونوضح الكلام اللي تقولها خلود يعني بننتقل حق السؤال اللي بعده على أي أساس ممكن أن أنا أختار نماط وطراز تصميم البيت أول شي بنبتدي في الخارج وبعدها بننتقل حق يعني تصميم البيت الداخلي من الخارج وشلون وعلى أي أساس يتم اختيار النماط والطراز له الطراز الخارجي يعني هو يا أني نكون صاحب البيت عنده توجه خاص وعنده رؤية إلى بيتها في المستقبل يعني شون بمثلة كبيت يعني بعضهم مثلا عايش في بيئة يعني خليجية خلنا نقول يحب الطراز الخليجي يعني صعب أنه يسوي بيت بطراز أوروبي فكل واحد لا توجهه لون خاص فمهندس المعماري يشوف شنو توجه الشخص هذا والعميل وبناء عليه يحط لمساته بعد كمهندس في الأخير يقع عليه أنه في مجتمع عربي صعب أنه يروح بألوان غربية يعني إلا إذا كان هو توجه غربي ممكن يعني ما في شيء إجبار ولكن إذا كان هو حاب أنه يأثر في المجتمع ويضيف لمساته لمساته أو يعزز ثقافة الموروث العربي أو الإسلامي بما أن نحن في دول عندنا موروث ثمين المفرض أن نحن نحافظ عليه لأن الحبارة ما راح تبقى إلا من خلال العمارة صحيح فهذا السبب يعني اللي يخلي بعض المشاريع تدخل بألوان يعني دمج ما بين الطراز وطراز ثاني عشان نحافظ عليه الكهوية حلو يعني أبدا تكلم عن نقطة وايد مهمة يمكن الكثير مننا والكثير من المشاهدين اليوم يتابعوننا يببون يخلون أو يصممون بيت يكون مميز ومرتب وحلو بشكل عام لكن ما يبون يعانون يعني النفطة مهمة اللي هي مثل ما أقول الميزانية بدون ما تكون الميزانية تكون متقلة عليهم عشان ممكن يحققون هذي الشيء في النهاية تحقيق هذي الهدف طبعا كل شخص يحتاج أن يحدد ميزانية قبل أي مشروع سواء مشروع بيت أو مشروع سيارة أو مشروع ثاني لازم يقول أنا عندي هاي الميزانية المتاحة دور المهندس المعماري هني شنو إن ياخذ هاي البوجت ويحاوله إلى مساحات أنا شلون يعني صاحب البيت ما عنده فكرة شلون هذا بيكلفني ببيت أنا لما أخلص وأبني أو أسوي الخرائط ما أدري شلون بكمل صحيح فالدور الرئيسي المعماري هو يعطي خارطة طريق يقولنا أنت إذا بنيت هاي المساحة راح يكلفك هاي الميزانية في الأخير لازم يعطي الاحتياجات الرئيسية على أساس ممكن يقلل ويكثر في المساحة عشان يتوصلها للنهاية اللي هو تشطيب المشروع والانتهاء منه فلازم يعني ينتبه من البداية للنهاية على أساس أنه يعني يصمم بيته بالميزانية اللي هو حاطها ومعتمد عليها طبعا المهندسة المعمارية خلود عبدالله يعطيك ألف آفية حواري كان شيق معات وأتمنى أن المشاهدين يعني يستفادوا من كل المعلومات اللي قدمتها لنا يعطيك العافية الله يعافيكم شكرا شكرا طبعا المشاهدين إن شاء الله اليوم تعرفتوا على الفرق ما بين تخصص الهندسة المعمارية والتصميم الديكور الداخلي وشلو ممكن أن أحدهم ممكن أن يأثر على الآخر بإذن الله الأسبوع الياي راح أرجع لكم مع موضوع يديد أما الآن خلونا نرجع الفقرات برنامج الشمس البحرين مع بادر الحمد شكرا جوانا يعطيك العافية راح ننتقل إحنا على طولي فقرة نابض الشارع اليوم زميل علي الحداد سأل الناس عن مدى حض المرأة للتسوق طبعا كلنا نعرف الشكثر المرأة حمد التسوق خلونا نشوف الناس إشقالت وراجعين ونواصل باقي فقراتنا مرحبا بعض البنات يقولون أنهما لما يتسوقون يرتاحون نفسيا خلونا نشوف هالمقولة من داخل هالمعرض هل هذه المقولة صحيحة إي أو لا بس رح ناخد رأي الرجال ورأي النساء مع بعض حياكم هاي شي أكيد أقام بيين عليهم ما شاء الله إي والله هاي تشوفها ما شاء الله رأي لها تعورها فأنا بنغير نفسياتي يا ابن هاني صج لما تسوقين ترتاحون نفسيا اي أكيد السبب شعور غير يعني شعور غريب حلو وما يهمكم من اللي يدفع لا 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 أنا مبوحة اللي نشفع مئة بالمئة ما تدرك؟ مئة بالمئة شكلك دافع شكلك دافع شكلك ما تقول لهم الرسالة؟ أتق الله في الرجال ترى ما يطلعون دنير اللي يطلع روحهم ايه ليش لأنه نفسية تم تفتح في السوق ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عندما تتعب و تضايق و تذهب على البحر و لماذا تتسوقون تتحون؟ لا أعلم، نحس فيها متع التسوق و ليس مهم أن يفعل فلوس؟ لا عافية عافيك ماذا؟ لماذا؟ من الله يعني هذه الفطرة في كل ابناء لا يهمكم أن الزوج يتعب بفلوس؟ لا، لدي قناة عن الفيزة هي البيضة لا يهمها ليتيبني ما معنى البحر لا يريحكم؟ أو تشربون كوفي؟ أنا أحب البحر، أحب الكوفي عادي هذا بدون شك كل نساء تسعين في المئة يحبين يصرفين حتى تعمر أن تصرف على زوجي بالعمالة و ماذا توجد لهم الرسالة؟ الله يحفظكم وبطلوا هذه العادة والتغاليد كل واحد على حسب الميزانية حقه رائي زوجي، رائي أخي، أخي، رائي عمش، خالش شوية شوية عافية عافيك حبيب أكيد ماذا السبب؟ ماذا السر؟ لا أعلم، لا يوجد سر يعني أي واحد يشتر الشيء اللي يحب أكيد يستانس أنت ما تستانس أنا استانس إيه، بس أنتوا أكثر يقولون راح نفسية تشتر الشيء أنت خاطرك فيه أكيد راح نفسية أكيد النساء النساء لا يشترون ويحبون يتسوقون رجلة هل تشترون تشعروا أن نفسيتهم تعبانا ومثلت يرتاحون وماذا؟ أكيد يرتاحون الشوبيك معروف، المرات ترتاح إذا كانت نفسيتها ليس بخير، يجب أن يتسوق وإذا رأيت زوجتها فيها كآبة وليس حسناً يعطيها فلوس وخلاص طرح تساوي لها تسوق قلت العافية الله يعافيك حياك تحبون التسوق تحبون التسوق حتى الشباب تلا يحبون التسوق مشاهدينا يطلق صندوق العمل تمكين النسخة السادسة لمسابقة مشروعي السنوية التي تهدف توجيه الشباب البحريني لتنفيذ أفكارهم التجارية المبتكرة وإيضاً تحفيزهم على اختيار مجال ريادة العمال كمهنة مستقبلية لهم للحديث عن مسابقة مشروعي ينضم لنا في الستوديو أستاذ أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعنا العملاء في تمكين صباح الخير حياك الله أهلي شلون تمكين حالك الله سعى لك من عمرك سعى لك العافية طبعاً هي مسابقة مشروعي مسابقة سنوية احتلتنا عليها قلت يمكن بعضان من الهداف بس خالنا نخبر مشاهدين اليوم اللي يمكن ما يعرف عن مشروعي فكرة المسابقة وأهم الهداف اللي تبون توصون لها صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أصبح لك بالخير ومشاهدين برنامجكم الكريم مسابقة مشروعيها مسابقة وطنية صار له الحين يمكن سبع سنوات من تدين دخلنا النسخة السادسة حالياً هي تأتي من جهود تمكين لتأكيد على ريالة الأعمال أو مجال ريالة الأعمال كمسار مستقبلي مثل ما تفضلت حق الشباب وفي نفس الوقت أيضاً برنامج مشروعي واحدة من ركازة الأساسية أنه يساعد ويشجع على موضوع الابتكار كموضوع مهم في ساحة سوق العمل اليوم لأن الابتكار هو موضوع عالمي عموماً ذو اهتمام كبير في مجالات المختلفة في ريالة الأعمال ليس بالضرورة طبعاً خرجين مشروعي يكونون رواد أعمال بالضرورة ولو أنه يوفر لهم هذه الفرصة على الأقل ولكن أيضاً الأشياء اللي يتعلمونها حقيبة التعلم اللي يأخذونها من برنامج مشروعي مفيدة لهم بشكل عام في مختلف المجالات اللي رح يعملون فيها أكيد أنا سمعت أن هذه السنة أو هذه النسخة رفعته السنة أو الفئة العمرية المشاركة دعنا نتكلم عن الأسباب والفئة العمرية اليديدة من شام ليتشام وهل هناك أيضاً فيه شروط للتسجيل صحيح دعنا نتكلم بشكل أوسع ما هو التغييرات اللي سوينا هذه السنة وباب تيليب اللي تفضلت فيه نحن وسعنا رقعة الفئة العمرية للمشاركين في برنامج مشروعي هذه السنة للسببين للأمانة والسببين لهم علاقة بتوجيهات والأراء اللي صدرت من مسل على الشباب الرياضة لا سيما برئاسة سمون شيخ ناصر بن حمد اللي يوجه اليوم أن الدولة يكون عندها تحرك بشكل أكبر لتمهيد الوضع للشباب ما بين فئة العمرية 18 و 21 سنة لممارسة الأعمال التجارية وبرنامج مشروعي ساعد في تمهيد هذه الطريقة حق هذه الفئة العمرية في نفس الوقت أيضاً توسيع رقعة فئة الشباب اللي تصل لي 35 سنة اليوم أيضاً نحن قاعدين نتكلم عن هذه الفئة تكون مشاركة بشكل أكبر وثمارها نحن شفناها اليوم نحن عندنا أكثر من 300 طلب للمشاركة في المشروع ويمكن هذا رقم تاريخي على مستوى الفترات الخمس أو الست السابقة في نفس الوقت أيضاً سوينا تغييرات أخرى عادةً مشروعي مسابقة خطط أعمال تجارية هذه السنة برنامج مشروعي يركز على الابتكار بشكل أكبر مثل ما يركز على خطط الأعمال فصالت هي مسابقة الأعمال بشكل عام بدون ما نركز على خطط الأعمال بالضرورة أيضاً من التغييرات اللي قاعدين نسوي هذه السنة طبيعة البرامج التدريبية التحضيرية للشباب قبل إطلاق مشاريعهم في البرنامج طورتوها؟ طورناها واليوم نتكلم عن شراكات جديدة إن شاء الله سنعلن عنها في الوقت المناسب عن طبيعة الجهات المشاركة في جانب التدريب الهدف من هذه التغييرات مرة ثانية تحسين البرنامج بناء على آراء الجمهور اللي قاعدين نستلمها سنة على سنة ونحن طبعاً شكرين جداً حق الجهات الإعلامية لسيمة وزارة الإعلام أو هي شؤون الإعلام على مشاركتهم لنا ودعمهم حق هذا المشروع لأن خروجنا للجمهور هو اللي يمهن حق مشاركة الناس مشاركتهم أراءهم ومشاركتهم في البرنامج طبعاً التسجيل يتم وأنا أرد أكد الشباب اللي عندهم أفكار اليوم ممكن يخضون الخطوة ويفعلون هذه الأفكار من خلال منصة برنامج مشروع اللي تطلقها تمكين سنوياً عن طريق الموقع الإلكتروني ذي تمكين تمكين دات بي أج وفي صفحة خاصة بالبرنامج كيفية المعلومات التي تحتاجون للمشاركتهم عندما تكلم قليلاً عن النسخ السابقة المشاركين تحديداً هل حسيتوا أن المشاركين كانوا يعرفون المقصود بريادة الأعمال وفي ناس حدث مثلاً تشارك عشان تخوض التجربة وتتعلم وفي حال اليوم مثلاً أصحاب أفكار معينة ما عندهم الدراية بريادة الأعمال هل هناك برامج معينة تقدمونها لهم عشان يفهمون الموضوع كثير أكيد نحن نتكلم عن طبيعة المشاركين و بعد أن نتكلم إن شاء الله عن ما نفعله على نساس المهد للمشاركة المشاركين خليط هناك ناسيون لأن أحد قال لهم شاركوا في مشروعي وهم طلبة جامعيين مثلاً وقالوا أن نشارك و في فترة من الفترات كانوا تلك العموية أصغر كانوا الطلبة الثانوي و يمكنوا أن يشاركون فدائماً كان فيه هذا المحفز أنه فيه ناس يشاركون لأن أحد قال لهم شاركوا فيه نوع آخر من المشاركين اللي لا اللي فيه اهتمام عندهم ببرنامج أو بموضوع ريالة الأعمال موضوع ريالة الأعمال جذاب و اليوم حديث الشارع اليوم أتصور بغض النظر اللي يشتغل شغلة حكومية أو شغلة في القطاع الخاص أو حتى طالب أو باحث عن عمل اليوم صار عنده اهتمام بموضوع ريالة الأعمال و طبعاً إحنا بعد أطلقنا هذا المشروع ضمن جهودنا بعد على أساس صلط الضوء على هذا الموضوع بشكل خاص ففيه ناس عندهم اهتمام و فيه عندنا شريحة ثالثة ناس عندهم بدأوا مشاريع أو أفكار معينة أو حتى عندنا شباب كان عندهم مشاريع سابقة حين انجحت أو افشلت بغض النظر حابين أن يدخلون أو يأخذون تجربة جديدة فيعتبرون مشروع منصة للمشاركة طبعاً إحنا شنسوي على أساس بعد نصط الضوء على أهداف البرنامج طبيعة البرنامج للجمهور قبل انطلاق البرنامج نحن عندنا نوع الروتشو و الحملة متكاملة نستهدف فيها طلبة الجامعات نحاول نسوي فعاليات توعوية على أساس الناس يشاركون أنا لأمانة قبل قليل كنت طالع اللي بثيتو قبل قليل تقرير البسيط اللي بثيتو قبل قليل تسوق و أنا أتصوأ طبعاً لكل مهتب ريايين و نصوان لكن بعد مشروعي واحد من الأشئلة الضيفة أنه تمهد أن هذا السوق يكون فيه خليط أكبر التسوق ليس ضروراً تسوق ضياباً هناك أمور أنواع تسوق اليوم التسوق الإلكتروني كم واحد فينا اليوم يطلب أدوات الإلكترونية من خلال أمازون أو إيبا و غيرها؟ عندنا خرجي من مشروعي سوى منصات موازية عندنا خرجي من مشروعي سوى مجوهرات عندنا خرجي من مشروعي سوى برامج تعليمية إلكترونية فالحمد لله المخرجات مشروعي شي نفتقر فيه و ممكن نتكلم حتى نقصص النجاح الحمد لله أنا للأسف عندي أربع دقائق بحاول أدمج أسئلة علشان يعني نغطي كل الجوانب خلي تكلم أخي أحمد عن المعايير و عن الفائزين و ماذا سيستفيدون و ماذا سيحصلون من هذه التجربة؟ طبعاً معايير المشاركة مثل ما قلنا هي الفئلة العمرية من الشباب ما بين 18 إلى 35 سنة اللي عندهم أفكار احنا قاعدين قول مشروعي هي الخطوة الأولى اللي ممكن يضعونها في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة فإحنا شرطين بحريني في الفئلة العمرية من 18 إلى 35 سنة هاي الجانب الأول الجانب الآخر ان يكون عندها فكرة لو فكرة بسيطة لمشروع تجاري مشروعي في نهاية اليوم هي المنصة اللي بتساعدها ان يطور هذه المشروع طبعاً عندنا مجموعة موجهين ناس خبراء في سوق العمل ناس خبراء في موضوع ريالة الأعمال يساعدونهم يأخذون الخطوة الأخرى على أساس التطورون مشروعي يقدم عدد من الجوائز القيمة اللي بعد ما راح تكلم عن تفصيلها الحين لكن من ضمن الجوائز الرئيسية الموجودة هي فترة احتضان الفائزين في المشروع يحصلون فترة احتضان تجاري طبعاً في إحدى الحاضنات أو حاضنات الأعمال الموجودة في مملكة البحرين اليوم بعد حاضنات الأعمال توفر بيئة مناسبة بعد تكون وتبلور المشروع على أساس يخلون هذه الفكرة حقيقة بالإضافة إلى وجود مجموعة موجهين التقديم لمجموعة مستثمرين ممكن يفرون لهم رأس المال على المدى الأبعد هذه كلها فرص سيحصلونها في برنامج مشروعي لا تسمح لي بعد أتطرق حق شيء يمكن أنا ما أعرف إذا حطت السؤال أو لا لكن أنا أتصور اليوم الأهم من الفوز في أي مسابقة من مسابقة مشروعية أو غيرها هي الفرص التي توفر فعندما نتكلم عن قصص النجاح في برنامج مشروعي ليس بالضرورة هم الفائزين في النسخ السابقة ولو أن الفائزين لدينا قصص نجاح جميلة ولكن لدينا ناس حتى لا تأهلوا للمرحلة النهائية ولكن أتكلم عنهم أنا أحمد أتكلم عنهم بفخر تمكين أن تتكلم عنهم بفخر لأنهم قدروا يبنون نفسهم ويقدمون نفسهم بحلة جديدة برنامج مشروعي هي منصة تعليمية في نهاية اليوم لا شرط الواحد يفوز ولو أن الفوز حلو لكن لا شرط الواحد يفوز لأن التجربة هي المقياس وتجربة هي الأهم طبعا نحن نتمنى لكم توفيق أخو أحمد مشروعي من فعلا المسابقات المميزة الثانوية التي تقام على أرض البحرين إن الله يوافقكم إن شاء الله إن جهودكم مشكرين علينا شكرا لكم أخي بدر وشكرا لحاق الهيئة على استضافتنا اليوم ونتمنى لكم كل الفوز النجاة إن شاء الله قبل أن نختم سنذهب إلى المطلق سنرى الشكل النهائي في الإطابة اليوم هل تصورين أو أنا أكل أراضي؟ ها؟ هل تصورين أو تأكلين؟ هل تصورين؟ هل تصورين؟ هل تصورين؟ هل تصورين؟ هل تصورين؟ يا السلام، هل ترى؟ برزعت برزعت ها؟ نعم الآن كل شيء براز العيش براز والربيون طباخ والخثوق كل شيء ولكن نضيف له الليمون والتزيل يا ركير لكن أحلى الشاي إنه هو ينأكل من الطباق نفسه نعم بدون لنانتب ما موت إعفك يعني يا أبي أختي من الحلقة عالي بسرعة باقيل وميتين عالي عالي من باطر لدي كفاشة زيادة وشواكة زيادة وهي الشكل النهائي للطباق من السلام يباين أو نيبا في النص عايشة؟ النص خليفوك ذي أو عادي هاري شري يا السلام ما أقدر أقول شيء الطبقة هو يتكلم عن نفسه أشكرك شيف نحن نبينا كل كنا نبينا كل وصلنا معاكم لنعاية حلقة اليوم نشوفكم باتروا على السلامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة